وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أيضا نسأل الله لأخينا هذا توبع النصوح وأن يخلصه الله عز وجل من هذه البقايا والرواسب لهذه المشاهدات الآثمة التي كانت فترة من الزمان يشاهدها ولعل سؤال هذا الآخر الكريم يفتح باب مهما للتنبيه على أمر يغفل عنه أكثر من ينظر إلى تلك المناظر ويساعد تلك المساهد كثير من من ينظر إلى هذه المناظر يظن أنها نظرات تنتمي في حينها وتنقضي في وقتها لكن ليس الأمر كذلك بل الأمر كما ذكر السائل الكريم يبقى منها بقايا تنطبع في القلم حتى إن بعض الناس يذكر عن نفسه أن بقايا من تلك المناظر تقفز إلى قلبي وساجد نعم والوراء كعب وأحيانا وماد يديه بالدعاء تقفز مناظر سيئة كان في منهمك فترة من عمره بالنظر إليها ولما كان ينظر يظن أنه أنه فترة وتنتهي ولا يبقى منها سيئة لكنها تبقى لأن الأشياء التي ينظر إليها الإنسان بصري ويستمع إليها بسمعي تنطبع في القلب وتنتصق به وخلاصها من لساب الهيئة لكنه قال إن القلب لا يخرس منها ونذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء تزكث القلب يد الله فعلى الأبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب زكاة قلبه صادقا مع الله يوذيب الله عنه إلى صدق ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير ما زكها أنت وليها ومولاها فيلجأ إلى الله هذا الذي أوصي به هذا السائل الكريم أن يلجأ بالله سبحانه وتعالى صادفا ولحا على الله أن يزكي قلبه وزكاة القلب تعني في معناها طهارة القلب طهارة القلب لأن التزكية التزكية للقلب لا تقوم إلا بطهارته ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله فإن تزكية القلب تشمل هذا وهذا تشمل هذا وهذا تشمل عمارته بالخير وسلمته من الشرور والآفات تشمل هذا وهذا خذ من أموالهم صداقاتا تطهرهم وتزكيهم بهم تطهرهم وتزكيهم بهم تطهرهم أي من ما يكون في القلب من شع وعشاء من هذا القبيل وتزكيهم فالتزكية تشمل هذا وهذا فالذي أنصح به هذا السائل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا ملحا على الله بالدعاء أن يزكي قلبه أن يزكي قلبه وفي الوقت نفسه يأخذ بأسباب زكاة القلب وأعظم ما يكون من ذلك العناية بالقرآن وشغل أن أوقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي بالقرآن والقرآن هو كتاب التزكية للقلوب نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر